تمام إذا 13.5 هلها نحكي عن Tangential and Normal Components of Acceleration راح نوصل لتفسير الأنوان هلها هون راح نعرف كمان فيكتور جديد غير Tangential اللي احنا بنعرفه وغير النورمال اللي طلعنانا القانون اللي هو فيكتور B اللي راح يكون هو Cross Product على Cross Product بين T و N وبالتالي راح يكون عمودي على البلين الموجود فيه Tangential and Normal شو غضيفت هذول الثلاثة فيكتور؟ طلع الثلاثة فيكتور T والN والB بحددوا باتجاه الحركة للجسيم كيف يعني؟ كلياتنا بنعرف Unit Tangential Vector T عند أي نقطة بعطيك ال Forward Direction اللي كلنا نحكي عنا يعني مثلا عند النقطة B لما تعطيني Tangential لهاي الصورة بحكي لك إنه الحركة Tangential راح تكون باتجاه الحركة بهاي الصورة راح يمشي مثلا الجسيم إلى الأمام هلا الفكتور الثاني اللي وحكينا عنه Normal قبل شوي شرحناها كنا بحدد tendency للموشن كيف يعني؟ يعني مثلا في هاي الحالة Normal جاي لجوه معاناة الكيرف هلا لازم إيش؟ الكيرف راح يجي لجوه يطعش لجوه الكيرف تمام؟ بس لو كان مثلا النورمال بهاي الصورة سعيتها الكيرف بيجي بهاي الصورة بيكمل معنا بهاي الصورة وبالتالي النورمال بحدد مثلا إنه الكيرف راح يروح لليمين ولا للشمال إذا بدك تفهمها بهاي الصورة إذا بدك مثلا تعطي تشخيص الزشر مثلا انه مثلا التانجنت بيكون beingата فورورد carvin النارمال بأشعر يجبه الكيرف لليمين هل الكيرف بروح لليمين ولا بروح للشمال؟ واضح إنوا هون بروح لليمين لأن الكيرف راح عفدた كيف وضيفة الفيكتور بي؟ الفيكتور بي بقولك إنه الكيرف لا تطعر لليمين ولا للشمال، هل يطع لفوق ولا ينزع للنزل للسف هذا هو الكيرف هذا هو تأثير الفيكتور B وبالتالي زي ما هو مكتوب هون كان كمان فيكتور اسمه binormal فيكتور اللي هو الفيكتور B وكيف بحصل عليه ورح بعمل كرس برودكت بين T والفيكتور N وبالتالي أي ناتج كرس برودكت هو عبارة عن فيكتور عمودي عليهم إذن B رح يكون عمودي علي التانجنت ورح يكون عمودي علي النورمال واتعلمنا من كرس 2 كيف نطلع على كرس برودكت رح نأخذ المثال إذن اللي يريدك تعرفوا أيضا إنه التانجنت والنورمال موجودات في نفس البلين كيف يعني؟ يعني إذا في أنا مثلا عندي البلين بهاي الصورة البلين مثلا هاي التانجنت هاي النورمال كويس عموديات على بعض بيكون موجودات في نفس إيش؟ في نفس البلين أما الفيكتور B بييأي عمودي عليهم اثنين الفيكتور B بييأي عمودي على إيش؟ على فيكتور T وعلى فيكتور N وبالتالي بيكون عمودي على البلين Rolleil M بيكون عمودي على البلين M لهذا البلين M يحتوي التانجنتي والنورمال ان هلأ اذا بتلاحظوا فيه شغلة مهمة انا كاتب التانجنت بهاي الصورة منين اجل القانون ها خلينا نشوف مع بعض انا كاتب انه التانجنت يساوي دي ار على دي اس خلينا نشوف من وين اجت هاي الحسابات هلأ اذا شو مكتوب هون في الملاحظة تي و بي و ان بعرفوا الرايت هيند فريم كيف يعني يعني انت مثلا لان بتقدر جيب ايدك اليمين هاي على اساس انها ايدك اليمين هلأ ادراع بيجي مع النورمال اصابعيك بيجي مع التانجنت الابهام تبعك بيحكي لك شو اتجاه بي هل هو لا فوق ولا لا تحت فهاي بتدها تطبق يعني قاعدة اليد اليمنى ايضا على ثري دكتور طيب هلأ نرجع للعنوان العنوان تبعنا في ايش في جواته اكسلاريشن وفي كمان كلمة اسمها كومبوننت كومبوننت للاكسلاريشن شو يعني كومبوننت للاكسلاريشن كومبوننت للاكسلاريشن بين التانجنت وبين النورمال الآن التانجنت فيه هنا كوفيشن كومبوننت اسمها AT وللنورمال فيه كومبوننت نسميها AN طبعا الكمبوننت تبعت التانجنت فيه لها اسم نسميه تانجنت تانجنتيال سكيلر كومبوننت طبعا السكيلر هي مش فيكتور لأنه هاي القانون تباحها منين أجه هذا القانون؟ هي عبارة على المشتقة الثانية الارك لينك البرامتر S بالنسبة لات تربية طبعا بهاي الصورة صعبة تعمل مها فبحولها لصورة اسهل راح تثبت لك ان هاي هي نفسه مشتقة النورم لفيه وايضا الكمبوننت الثاني بنسميها النورمال سكيلر كومبوننت والقانون تباحها هو عبارة عن الكيرفيتر في مربع مشتقة S بالنسبة لتيه وهي نفسها الكيرفيتر في اللينك الذي مربع طبعا انا اشتقت لك اياهم كلهاتهم بطريقتين الطريقة الاولى كتب لك اياهم هون هلا برجع لك الها وفيه كمان طريقة هون نشتقها مع بعض هيا الطريقة اللي هون نشتقها مع بعض ببين لك كيف بطلع معنا ايش الكمبوننت خلينا نشوف واحدة واحدة مثلا نشوف مثلا هون هلا كلياتنا بنعرف انه الارك لينك بارامتر اذا بتتذكروا S هو عبارة عن تكامل من T0 إلى T في الماغنيتود لذي نظبوط هيك هلا لما نشتق الطرفين معناة دي S على دي T هي عبارة عن اللينك لذي معناته اذا بدك تيجي اتربع الطرفين اربع الطرفين هون او اذا بدك تشتق الطرفين ستحصل على هاي ستحصل على المشتقة الثانية لما تشتقتها بالنسبة لتي هاي بتصير دي تربيع ايصا دي تربيع هو المادنية لذي لا نشتقة بالنسبة لذي ففي هاي الحالة انا شو اثبتت لك انه هاي المعادلة مضبوطة هي حطلك عليها سهمة اثبتت لك انه من هون لهون نفس الاشي كويس هاي من هون لهون انه مشتقة ثاني لذي تربيع هي مشتقة النورم لذي فهي صارت مفهومة هلا ظل علينا نعرف كيف هاي تتجر هلا تقدر شو تسوي هلا ثاني انه احنا بنعرف انه الفلوسيتي طلع مش احنا وصلنا مع بعض لهون هاي ها من هون دي اس على دي تي وصلناها لا ايش لهون صح كويس هلا شو ده سوي انه نضرب الطرفين في كي والربع بكل بساطة اضرب الطرفين في كي وبالربع بالربع فانا婦 الترفيه، ستضرب الترفيه ، حسنا عسنا فوتطött؛ الترفيه هو rendered intuitive اذا من آخر لم يغضر خ Democratic لم يجب انه من خلقين عائلة طلب ما باتفاده يؤمن ان فر inclنا TranAKE حسنا حسنا سؤال منانجات A T وتانこれで هي الصفحة اللي بعدها. بس عشان نجاوب على السؤال اللي نسأل هلأ على التشات انه كيف القاعدة اليد اليمنى بتشتغل. القاعدة اليد اليمنى هيها. لك تحط الصاق على النورمال وتحط الأصابعيك باتجاه التانجنت تعييتها انت راح الابهام تبعك راح يكون باتجاه الباينورمال وبالتالي تجي بتحط الصاق طبعتك هون. مش كتير شاطر بالرسم. هاي الصاق هاي ايدك ها باتجاه ايش النورمال. ونفس قاعدة اليد اليمنى اللي اخدناها بكاركولستانية ولا ايش بفلك. بس هناك شو كان عندك هناك كذا بتذكره. داروا على السلايز نشرحها مع بعض. قاعدة اليد اليمنى هناك كان عندك هون الواي. وهون الزيت. وهون الاكس. وكنا نعمل نفس الحاجة. اذا بدك تشوف بالكروس برودكت. كان عندك اللي بدك تطلع مثلاً. اذا في عندك هناك فيكتور مثلاً يو. وهون فيكتور مثلاً ذي. بدك تأخذ الكروس برودكت لإلهم. وهي هاي زاوي ثيتا. بدك تأخذ الكروس برودكت لإلهم. شو قلنا نعمل. قلنا اتحط مثلاً اعساسي يطلع معاك الفيكتور مثلاً. هل هو الخروس برودكت بطلع معاك مثلاً. هاي زي كروس يو. هل هو بطلع لفوق بهاي الصورة. ولا بطلع لتحت بهاي الصورة. ممكن يطلع كمان لتحت. بهاي الصورة. بس الصح الفوق. ليش؟ لان حاجة اللي بحدد هي ثيتا. فهونا قاعدة اللي دي اليومنا هون كنا نحط الأصابعين. كنا نحط الأصابعين مع اتجاه ثيتا. فبطلع معاك الكروس برودكت بهاي الصورة. بس ممكن تعمل كالتالي. ممكن تكون عندك مثلاً. هاي يو كروس بي. سوري. هاي مش بي كروس يو. أس. سوري. هاي عبارة عن يو كروس بي. يعني انت بتبلش من عند يو. هين الزاوية بلشت؟ من عند يو. هاي هاي يو. وبالتالي تعمل كروس مع بي. وبالتالي تصنع الزاوية فيتا لفوق. هلا لو بدك تعمل العكس مثلاً. قلينا شوف بس شو اللي موجود تشاتين. حسناً. حسناً حسناً. ماذا مش عرف يدخل شكله؟ أي حداً بيجين عندي على الواتنجليس طبعاً بدخله. انا اذا كان اسمك كومبت. فلا فشاندي على الواتنجليس. طيب. هاي هي يو كروس بي. هلا إذا بنا نعمل بي كروس بي. سعيدة بديك تعمل كالتالي. هاي عندك هاي مثلا على فرض انه هاي هاي يو وعلى فرض انه هاي هاي في وعلى فرض انه الزاوية هلا بجايب هاي الصورة ثيتا تبلش مني عندي يوم هود لتحت هلا في هاي الحالة لما بدك تطلع يو كروس في بدك تمشي اصابعيك مع الزاوية ثيتا بدك تمشي بهذا الاتجاه سايتا رح تطلع معاك العمودي عليهم هاي هذا الفيكتور اللي هو يو كروس في هاي بنعرف دايما يو كروس في وسالب بي كروس يو إذا حسب اتجاه ثيتا هاي قاعدة ثلاثة اليوم بكل بساطة احنا اللي عنا هون مختلف انه بس عندك ثلاثة نورمال فيكتورز يعني اذا بنرجع على السلايز تبعتنا هون عندك ثلاثة نورمال عندك ثلاثة واحد اسم النورمال واحد اسم التانجنت والتاني ما ثلاثة على السلايز لقلهم هلا اللي بدي يكتر في إنه هون اللي بدي يكتر في إنه التانجنت والنورمال موجودات فيirige peutern كويس هلا هل هو عمودي عليهم حلا السؤال جدا الgame السلايزات عمودي عليهم لفوق ولا عرامودي عليهم لتحت هذا هو السؤال. هل هو عمودي عليهم لفوق B ولا عمودي عليهم للتحد؟ حسب قاعدة اليد اليمنى. فالقاعدة اليد اليمنى زي ما حكيت لك بتحط إيدك زي ما رسمت الرسمة قبل شوية. بدك تيجي انتهى لإيش؟ تحط إيدك. الاسطاق لإلك بيكون باتجاه النورمال وهذا صابعين باتجاه التانجنت فبالتالي لبهام هو اللي بيحدد لك الاتجاه بتاع البي. هل هو لفوق ولا هو إيش؟ لتحت. يعني لو كان التانجنت يا جماعة. لو كان التانجنت بهاي الصورة. لو كان التانجنت مثلا مش هون جاي. لو كان التانجنت بهاي الصورة. هيك التانجنت. ساعتها بي بي يجي لتحت. لأنه إذا تيجي عندك هون إيدك في هذه الصورة وأصابعيك هون هل الأصابعيك هؤلاء والإبهام بيجي للتحت. لا أعرف إذا أصمتها صح ولا لا. بس ما فرتك بواضحة للجميع. حسب أنت كيف تحط إيدك. إذا عندك التانجنت هون هيك في هذه الصورة التانجنت. طيب تبدأ ترسل إيدك بهذه الصورة. هون إيدك هذه الصورة. أصابعيك بيجي هيك. والإبهام بنزل لتحت. وبالتالي بنزل معك إيش؟ لأنه لازم أصابعين بتجاه التانجنت. بتنزل بيجي عندك الباينورمال بكتور لتحت. بوقع صورة وارفة. جميل. طيب. هلأ بدنا نشوف مع بعض كيف نشتق الكمبولنط تبعات التانجنت. تبعات الـ Acceleration. الكمبولنط. شين الكمبولنط اللي هي AT و AM. هلأ عشان نشتق الكمبولنط بيجي هون. ببلش خطوة خطوة. كل ياتكم بتعرفوا إنه الـ Acceleration هو عبارة عن مشتقة إيش؟ مشتقة السرعة. وبالتالي بدنا نشتق السرعة V. كيف أشتق السرعة V؟ V كتبت في هاي الصورة. تمام؟ منين إجتت هاي القاعدة؟ منين إجتت هاي القاعدة؟ إنه ليش إجتت عندي الـ Velocity هي عبارة عن التانجنت في ds على dt. إذا بتذكروا الـ Velocity هاي هاي من هون. هاي في تساوي هاي أنا مزبطكم إياه ومرتبها. كيف؟ هلأ كل قلاتكم بتعرفون الـ Velocity هي مشتقة الـ Position صح؟ هلأ الـ Position هو عبارة عن dr على ds و ds على dt. يعني تقدر تشطب ds مع ds ترجع محل ما بكير. هلأ، معناته، أنا بعرف إنه مشتقة R بالنسبة لـ S هي نفسها التانجنت. تظل عندك إيش؟ مشتقة إيش؟ S بالنسبة لـ T. إذا بتشطق R بالنسبة لـ S هي نفسها إيش؟ التانجنت. هلأ، معناته بدأ أشيل الفلوسطي وأحط محلها التانجنت في ds على dt. كيف؟ هلأ باجي هون هي شلت الفلوسطي وحطيت التانجنت في ds على dt. طيب، هلأ أنا بدأ أشطق هون أحصل ضرب إيش؟ التانجنت في المشتقة ds على dt. فبدأ أعمل إيش؟ أوزع على قانون الضرب. فعندك هاي التانجنت الأول في مشتقة الثاني هي u زائد الثاني هي u في مشتقة الأول اللي هو التانجنت. هلأ بعدها، الأولى صارت جاهزة. خلط، هاي خلصنا منها جاهزة. ليش؟ لأن أنا بعرف أصلا، فأنا مسميها إيش؟ اللي هي tangent scalar component. ماذا تعريف التانجنت؟ هاي اكتشفتها على السريحة، هاي مشتقة ثاني لأمين؟ ليه تربيع أصلا، ليه تربيع، ليه نفسها مع بعض شفناها قبل شوي مشتقة النورمال البلاصفي. وبالتالي، الكمبونت الأولى جاهزتها، خلص، ليش عليها شغل، بظل ماشي معنا مثل ما هي للنهاية. اللي بظل عليّ أشتقل على إيش؟ على النورمال سكيلر component. فوصلنا مع بعض لهون، بعدين شو بيجي بعمل كالتالي؟ بيجي بحكي دي أس على دي تي هاي موجودة محلها، بس مشتقة التانجنت بكل بساطة تقدر تشطب دي أس مع دي أس، فهي هاي نفسها الكمية هاي، صح ولا لأ؟ دائم نفسها، بدل العمل كالتالي هلا، بدل ايجي أحكي أنا أصلا بعرف دي أس على دي تي، هي عبارة عن كيف ايجي في النورمال؟ لأنه إذا بتذكروا قانون النورمال، هاي قانون النورمال، قانون النورمال هو عبارة عن واحد على الكيرفيتر في هاي الكمية، معنات دارة تبادلي، معنات دي تي على دي أس هي عبارة عن كيفة إن، فبحط هون كيفة إن، وهي دي أس على دي تي بصيبه هاي، هاي، وخلصنا تقريباً فعندك هاي الفيكتور N بطلع بره عندك هون دي أس هون دي أس معانت دي أس تربية وهو مضروب بالكيرفيتشر وهي الكمية كلها زي ما اتفكنا قبل شوي سميتها إيش الكمبوننت A-N هاي الكمبوننت A-N فأنا شو سويت لك هلا شو سويت لك أنا أثبت لك إنه الأكسلاريشن بقدر لك تتبع شكل Linear combination بين Tangent والNormal وبطلع لك معامل التانجنت وبطلع لك معامل النورمال معامل التانجنت بسمي Tangental Scalar Component معامل النورمال بسميه Normal Scalar Component أثبت لك إنه A-T تساوي هاي الكمية وأثبت لك إنه A-N تساوي هاي الكمية وهون في الملاحظات هاي اللي هون في هاي الملاحظات اللي هون شايفينها في هاي الملاحظات أثبت لك أيضا إنه D تربيع S على DT تربيع هي نفسها مشتقة النورم للفلوسطي وأثبت لك إنه A في مربع DS على DT هو نفسه K في مربع النورم للفلوسطي فالحلو هون إنه إذا في عندك كيرف S بهاي الصورة شو هي الكمبوننس اللي يطلع لها كبل شوي شو هي هاي الكمبوننس طلع كيف هلأ إنت عندك طلع إنت عندك جسين ماشي على الكيرف S هلأ عند أي نقطة على الكيرف عند أي نقطة على الكيرف فيه لتسارع هذا التسارع هو عبارة عن linear combination بين normal وال tangent يعني لو عند أي نقطة عند أي نقطة إذا بدك تطلع على التسارع عند أي نقطة بقدر أطلع هذا التسارع عند هاي النقطة بدلالة tangent وبدلالة normal شو يعني بدلالة tangent normal؟ بكون عندك هو عبارة عن AT الكمبوننط AT باتجاه tangent وفي عندك كمان كونبوننط اللي هي ايش normal باتجاه El vector normal شو معنا هاد الكلام يا جماعي يعني طلع اتخيل انت مثلا اتخيل انت بترقد مثلا ترقد على 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 هذا الكير وانت ترقد التصارع تبعك عند اي نقطة تقدر تحدد من خلال ايش بتقدر تحدد الاتجاه تبع التصارع تبعك تقدر تحدد اتجاه التصارع لئلك طلع هي acceleration اتجاه التصارع لئلك عند اي نقطة بتقدر تحدد من خلال من خلال النورمال والله مثلاً خمس وحدات باتجاه التانجنت وثلاث وحدات باتجاه النورمال عند النقطة اللي بعدها بجوز يتغير حسب اتجاه الحركة فهذا هو المقصود كيف انك انت تكتب الأكسلراشن بهاي الصورة هلأ هون طبعاً هاي الملاحظات كلياتهم اللي شرحتهم أنا يعني الأكسلراشن راح نلاحظ انه بيكون عمودي على مين عمودي على الفكتور بي ليش طلع عليك لأنه الأكسلراشن هايه الأكسلراشن هو عيبارة عن linear combination الأكسلراشن هو عيبارة عن linear combination بين التانجنت وبين النورمال افهم فهم يا جماعة أنا بعرف انه 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 التانجنت أنا بعرف انه التانجنت والنورمال موجودات في نفس البلين صح ولا لا وبالتالي أي linear combination بينهم أي linear combination بينهم اللي هو التسارع التسارع بيضل موجود على البلين نفسه لأنه هو linear combination من التانجنت والنورمال وبالتالي هو موجود في نفس البلين عشان هيك شو علاقة الأكسلراشن مع الفيكتور بي عموديات على بعض هاي ملاحظة من الملاحظات الموجودة هون هاي انه دير بالك الأكسلراشن هو دائما موجود في البلين تبع تي و تبع ان وبالتالي الأكسلراشن هو أيضا عمودي على مين؟ على البينوميال بي أيضا هاي المعادلة تبعت linear combination بتحكي لك اللي حكيته قبل شوي يعني لما انت تمشي على الكير انه تلز اس how much the acceleration takes place tangent to the motion at and normal to the motion an كداش انت تمشي كداش تقوم ماشي هاي هي المقصود فيها اللي هي tangent components وat بتكيسلك اشي عمودي على الحركة طيب هلأ فيه طريقة كيف تحسبهم هذول طبعا انا بضعطيك مثال هلأ عشان انطلق الحسابات هاي كلها بس فيه طريقة سهلة انك تطلق an كيف تطلق an انه انا بعرف انه الفيكتور التسارع هو عبارة عن a باتجاه tangent زائد h زائد زائد an باتجاه normal صح؟ وبالتالي اذا بتاخد length بتاخد link للتسارع ليطلع الجدل التربيعي لما تربع الطرفين بروح الجدر فبيضل عندك ايش ال link مربع بهاي الصورة تعويض مباشر هلا بك تقدر تقدر انت تكتب ايش an موضوع القانون اذا بتخلي an موضوع القانون تعيتها بكافة تطلق a t وبعدينش بتطلق a m الفكرة هون يا جماعة انه a t سهل تطليحها هيا a t بكل بساطة هيا a t بتروح على على ال velocity تاخد النورم بس تطلع نورم تشتاكه هلا a m بتوذر تطلع بس بس تروح تطلع كيرفيتشر بدي شغل احسن انتو شو تسوي انت تطلع بس ايش تطلع a t و a n و اين بتطلحها؟ بتطلحها من هاي المعادلة لانه سهل اطلع انا ايش؟ سهل اطلع التسارع و راح اشتقي ال velocity كمان مرة نحن نوخ المثال مثلا هون هيا انا معطيك position vector r اكتب لي ايش؟ التسارع على شكل linear combination بين tangent والnormal شو سأل بحكي لك؟ بدون ما اطلع without finding tangent without finding normal بدون ما اطلع على tangent و بدون ما اطلع على normal بدون ما اطلع هدول بدي ياك تكتب لي التسارع بدلالتهم اوكي فشو بتسوي انت اول حاجة؟ معاك r و راح اطلع v بس اطلع v بطلع طويد مباشر هاي اطلع الفلوسطي شو المشتقة هاي ثلاثة وهنا المشتقة واحد هاي وهنا المشتقة سالب ثلاثة و عني اطلع ال link انه هو الجذر 9 و 1 و 9 بطلع جذر 19 بس اطلع v و link و راح بطلع التسارع التسارع هو مشتقة ايش؟ التسارع و مشتقة ال velocity اذا بدك هايو هاي التسارع مشتقة ال velocity انا عندك ال velocity كل اياتها constant مشتقتها ال zero vector كويس؟ هلا خلاص و دائما طلعتها هلا بيجي بعمل طاويد مباشر شو القانون تبع a t القانون تبع a t هايو هاي القانون تبع a t بنروح اشتق النورم تبع ال velocity انه النورم اللي عندي رقم مشتقة سفر فa t طلعت سفر معلاتي بيجي بحط محل هاي سفر هاي هاي جازة سفر باتجاه التانجد زائد شو بدك اعمل هلا؟ بدك اطلع a n عشان اطلع a n بدك اطلع a n بدك اطبقها على القانون انا عندي انا عندي هلا ايش؟ هيا انا عندي التسارع هايو بدك اطلع له من التسارع هاي بدك اطلع انه ايش؟ الماغنيتود للتسارع ماهو الماغنيتود؟ اللي هو جدر السفر تربية بيطلع الجواب سفر معلاتي لما تربع لما تربع الترفين بظل الجواب سفر بطلع الترفين بظل الجواب سفر هلا بدك اطلع a n على القاعد اللي علمتها قبل شوية جدر تربيعي ل a a لالنورم تربية لال ناقص a t تربية وبطلع معاك هاي سفر وهي اصلا سفر وبطلع الجواب سفر فبادل اكتبت النهاية ايش يحط هون سفر وحط هون سفر فانا عملت ايش؟ كتابة acceleration هو عفر عن سفر باتجاه tangent زائد سفر باتجاه النورمال وهيك بيكون ايش؟ بيكون انا جاوبتي السؤال مثل ما بدت طبعا هذا السؤال بصرفة طلع معنا كلياته أصفار هون بس ممكن يكون في سؤال ثاني مش كلياته أصفار بس ممكن يكون في سؤال ثاني مش كلياته أصفار النورمال وبالتالي ما علينا إلا شو ما نعمل هلا بس نروح نطلع الكمبوننت A T ونطلع الكمبوننت A N فقط هلا اذا طلعت A T سهل انك تطلع A N ثم مثلا بروح بطلع البيلوسيتي V بس نطلع البيلوسيتي V بروح بطلع ونطلع لها ليش؟ لأنه عشان أطلع A T القانون تبع A T هو مشتقة النورم تبع V أنا النورم لها V 19 رقم مشتقة سفر إذا صف عندك هلا هون A T جاهزة هاي A T جاهزة ما فيش فيها تعب من مرة هلا عشان أطلع A N أطبق على هاي القاعدة أطلع A N معنى أنت أول حاجة بروح أطلع التسارع هلا التسارع هايو مشتقة البيلوسيتي الفلوسيتي constant vector مشتقة الزيرو معنات اللينكت لإلها واضح أن اللينكت رح يطلع إيش؟ اللينكت للتسارع رح يطلع معاك هو عبارة عن جدر السفر ويساوي سفر معنات لما تربع طرفين تربية رح يطلع الجواب سفر إذا ما نحط محل هاي سفر هون و عندك A T تربية برضى السفر سفر ناقل سفر بتعال الجواب سفر فخلص بيجي بكتب أنا أو كاعدة تبعت اللي هون وبحط محل A T سفر وبحل A N سفر إذا ما أنت شايفين هون بدون محسب tangent وبدون محسب normal فبطلع الجواب بالنهاية إيش؟ zero vector هذا السؤال اللي هون ليش؟ طلع معنا التسارع السفر لأنا يا جماعة طلعوا كيف أنت عندك هون position vector بس الـ component تبعته linear الـ component تبعته إيش؟ linear عشان هيك طلع معك acceleration zero هلا إذا بس حطيت هون مثلا sine إذا حطيت محل هاي sine محل هاي مثلا cosine محل هاي حطيت lin بتعيته ما بطلع zero هون بطلع معك عادي بطلع معك لما تيجي تطلع الـ velocity تطاوين مباشر وبطلع على النور بطلع على الدلالة T بتشتكة بطلع على الدلالة T بتروح بتعوض هون وبطلع معك A-N بدلالة T بتحط هون كل شيء بدلالة T وخلصنا جاهز انتهي السؤال لذي سألني كيف نعمل لما ما يكونش تطلع zero فالمثال إذا فهمت المثال هاي تعويض مباشر نفس القصة إذا ما كانش معك إذا كان عندك هون أي component ثانين أول شيء بطلع V بطلع link لإلها شو بطلع معك هون اشي بدلالة T بتشتكه بطلع معك إيش A-T بس تطلع A-T بطلع A-N عالسريع لأنك تبع عارفش التسارع وبتكابل بهاي الصورة هلا راح اوقف هون بالشرح عند نهاية هذا الإجزامبل المرة الجاي بكمل اللي بعده بكمل تحت هون اللي بعد بس راح اوقف هلا هون عند نهاية هذا الإجزامبل وإذا فيه عشان إذا في حدا عنده أي سؤال أجاوب على أي سؤال بديه موسيقى